إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أحبتي في الله عودا حميدا إلى قناة الصحة والجمال مرة أخرى في الفقرة الجميلة طبعا اللي هي طبعا بعنوان هذا عيدنا ولكن طبعا هذه طبعا مش حلقة برنامج لا يفلح الساحر لكن هذه عيدية أنا بنعيد بها طبعا على مشاهدين وحبائنا كلهم لكن طبعا بعد رمضان أو بعد مواسم الطاعة دائما الإنسان بيحس بفطور بيحس بأنه مثلا بعد ما كان بيتعبد الله تبارك وتعالى بأريحية وكان يقيم الليل وكان يصم رمضان وكان يحافظ على الصلاة في أوقاتها وكان يصل الرحم وكان يأمر بمعروف وينهى عن منكر وكان يتصدق وكان يتزكى بعد ما يخلص من رمضان أو يعني يخلص موسم العبادة تلاقي الإنسان ابتدى يفطر وابتدى يخرج من موسم عبادة إلى موسم أو مثلا فطور أو بعد عن طاعة الله تبارك وتعالى طبعا أنا طبعا بنحب نعيد على كل مشاهدية طبعا وكل مشاهدي قناة الصحة والجمال وبنقول كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب لأن الله تبارك وتعالى أتاح لنا هذه الفرصة أن نتحدث في هذه الأيام بأريحية أن نحن نقدر نوصل معلومة للناس وأن الموضوع بس الشيخ رضي بتكلم بس في برنامج لا يفلح الساحر أو برنامج كيده ساحر أو بنتكلم عن السحر وغيره لا لكن الأصل فيه طبعا برنامجي أو الأصل في كلامي هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والله أنا ما تكلمت في أي برنامج أتحدث فيه إلا هدفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يعني يقبل الله تبارك وتعالى من العبادة والطاعة إليه تبارك وتعالى فاليوم بقدر الله تبارك وتعالى أنا أعدت لكم لقاء طيب إن شاء الله بقدر الله تبارك وتعالى نتحدث فيه بأريحية شوية عشان نقدر نوصل أنت فين ورايح فين علشان كده يمكننا قلت للرئيس السعب حميد طبعا هو القائم النهاردة بنفسه على الاستوديو قلنا ان احنا عايزين نعمله الحلقة ديه بعنوان هل يأتي الخير بالشر يعني انا لما نعمل خير ممكن يأتي لي من بعد هذا الخير شر طبعا واحدة يقول لي عمي الشيخ لا ادنا لما نعمل الخير لازم يجي لي خير من وراء هذا الخير لكن انا مش هدفي ان انت تعمل الخير انك تدي حد شيء او تتصدق وبعد كده تجني سماره لا انا عايزك عايز نوصل لك او زهنك يتسع معايا اكتر من كده ليه لاني هدفي في كلامي اكبر من ذلك انا عايز نوصل لدماغك شوية وتبدأ تفكر بيعني اكتر شوية ان انا عايز نوصل معلومة هل انت ممكن لما تعمل عبادة اللي تبارك وتعالى وتعمل خير وضاعة ممكن الخير اللي انا بنعمله وضاعة دي ينقلب علي بالشر اه ممكن ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعني حديث صحيح البخاري عندما كان يعني صعد المنبر ثم تحدث وقال والله ما الفقر اخشى عليكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بخاضب الصحابة وبخاضب امته صلى الله عليه وسلم بقول ايه يعني والله ما الفقر اخشى عليكم يعني انا بنخشى عليكم الفقر ولكن اخشى ان تتفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتتنفسوها كما تنفسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم يعني نبساً بيحدث الصحابة فقام رجل من عرض المجلس يعني قام رجل من المجلس وقال يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر يعني أنا ممكن نعم الخير يأتيني شر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة يقولون يعني البر الحديث والحديث الصحيح البخاري قالوا حتى ظننا أنه لن يعجبه سؤال السائل يعني احنا فكرنا أن السؤال اللي سأل الرجل دا ما عجبوه فقال سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لن يعجبه سؤال السائل وظننا أنه سيوبخه ثم علته الرحضاء فعلمنا أنه يوحى إليه يعني الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ففي التول لحظة يرسل الله تبارك وتعالى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنبر في سؤال خضير جدا اللي لازم ناخد بل منه هل يأتي الخير بالشر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الوحي أتى للنبي وطبعا نحن عارفين الوحي لما كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمر وجهه فقال أين السائل فقال ها أنا زايا رسول الله فقال لا يأتي الخير بالشر النفس اللي يقول إيه لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع من يقتل حبطا أو يلم يعني إيه الكلام ده هو أني ممكن من الربيع يقتل حبطا أو يلم أنا عايزك يتسع صدرك للكلام علشان خاضر تقدر تجمع معلومة وتقدر تلحق وقتك وتقول أنا كنت يصيم ليه وكتب نتعبد إلى الله تبارك وتعالى ليه ونقدر بعد كده نتعبد ونواصل أو نوازب على العبادة بعد موسم الطاعة أو موسم الطاعة اللي هو شهر رمضان الذي كان يعرفه النبي وعرفه الله تبارك وتعالى عندما تحدث على شهر رمضان ما تكلمش كلامه خلاص ذا قال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني يبقلك شهر رمضان ده مش أي شهر لا ده اللي أنزل فيه كلامه يعني أفضل وقت لله تبارك وتعالى هو الذي أنزل فيه كلامه من السماء فقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقات طيب ربنا يعرفه شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسأله ويقوله يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر النبي برد عليه في التول لحظة ويقوله لا لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع من يقتل حبطا أو يلم يعني حبط علشان كده أنا نكلمك النهاردة ولازم تاخد بالك من الكلام كويس يعني الحبوط الحبوط ده هو أن أنت ممكن تعمل عمل قيم وعبادة قوية جدا وتأتي يوم القيامة ولن تجد هذه العبادة هو هذا الحبوط طيب لما العلماء بيضربوا مثال للحبوط فقالوا الحبوط مرض يصيب الدواب يعني مرض بيأتي للدواب للأبقار والماشية فيجعل هذه الدابة تنتفخ ثم تموت طيب طيب إيه يعني تنتفخ ثم تموت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه ولكن من الربيع من يقتل حبطا الربيع ده هو اللي هو الحشائش التي تخرج في أرض الفلاح أو الأرض من غير محد يزرحها يقول لك العشاب دي طالعة كده إيه رباني طبعا فيه ناس بيقول لك طالعة شيطاني وده كلام طبعا مرفوض لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخرجها بيقول لك إن الزرع ده هو طالع رباني محد الزرع يعني فالفلاح بياخد الدابة بتاعته وروح يسرحها أو سيبها فين يسيبها في الزرع ده هو تبضل الدابة تاكل 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 لأنه مش خسران في حاجة تمام فيبدأ الدابة بطمعها تنتفخ ويبدأ الفلاح يعني ينبهر طبعا بشبع الدابة ويقول خلاص ده عايجيلي منها خير كتير عايجيلي منها خير كتير عايجيلي منها خير كتير فيفاجأ الفلاح عندما يأخذ دابته ويذهب إلى بيته يفاجأ أن هذه الدابة قد ماتت اللي هي بالفلاح يقول عليه فطست يعني فطست يعني حبطت خلاص هو الفلاح يعني كان فرحان ومبسوط أن الدابة كلت وشبعت ولكن في هذا العشب الذي كانت تأكل هذه الدابة كان هناك عشب سام وهو العشب الذي يحبط أو الذي يحبط العمل أو الذي يعني يميت هذه الدابة يفاجأ الفلاح أن هذه الدابة فطست يعني إعزم بساط لك الموضوع أكتر يعني الدابة دي كلت مرعة كتير وخير كتير لكن في هذا الأكل كان فيه عشبة سامة هذه الدابة أكلتها فماتت هذه الدابة من هذه العشبة مع أنها كلت عشبة كتير فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بسهل للرجل يقول ولكن إن الخير لا يأتي بالشر ولكن من الربيع من يقتل حبطا يعني ممكن يكون في هذه الزرع زرع وحدة بس ممكن تحبط هذه العمل أو تميت هذه الدابة يعني أنت ممكن تعمل عمل قوي جدا وبعد كده تأتي يوم القيامة وأنت أحوج في أحوج وقت لهذا العمل ولن تجد هذا العمل ليه؟ لأنك كنت تصنعه لغير الله تبارك وتعالى علشان كده لن نكلمك النهاردة هل أنت ممكن تصوم رمضان ويأتيك من بعد صيام رمضان شر؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني صح مسلم قال أناس من أمة يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء جبال تهامة هذه جبال يعني في بلاد الحرمي بيضاء يعني قبلت يعني نفسها يضرب لك مثال في ناس من أمته عياتوا يوم القيامة بأعمال كالجبال يعني عمل حج وصام وزكى وتصدق وأمر بمعروف وناعم منكر وقام الليل وسجد وركع ودع الله تبارك وتعالى كل هذه الأعمال ثم ينسفها ربي نسفا أنت متخيل يعني أنت عتعمل كل هذه الأعمال وانت كمان أنت في ظنك أن هذه الأعمال قبلت واحد يقول لي ده أنا صمت رمضان وصدقت وقمت وعملت كذا وكذا ويفاجأ يوم القيامة ولن يجد هذا العمل أنا يعني نأسف أني بنقول لك الكلام دهوت لكن أنا يعني المفروض نعيد عليك ونفرحك أني رمضان وانت بفعيد وكذا لكن أنا عايزك تحافظ على عملك أنا مش عايز نقول لك آه آدى أنت أحسنت من أنت عملت كذا وكذا وتفاجأ يوم القيامة ما تلاقيش عملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال يأتون أناس من أمة بأعمال كجبالة تهامة بيضاء بيضاء ينسفها ربي نسفا فيجعلها هباء منثورة فالصحابة يعني انخضوا وقالوا يا رسول الله صفهم لنا لعل أن نكون منهم يعني يا رسول الله يعني ممكن نجي يوم القيامة ونعمل أعمال كالجبال كالجبال يعني حج مثلا غزى في سبيل الله تبارك وتعالى عمل عمل قوي جدا هو في ظنه أنه يأتي يوم القيامة بهذا العمل كالجبل يعني العمل دعا دخاله الجنة وبيضاء أي قبل قبله الله تبارك وتعالى ثم ينسفه ربي نسفا فالصحابة طبعا فجأوا بالكلام النبي صلي يعني ممكن نعمل عمل ومن لا يوجدهم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم منكم يعني الصحابة بقولوا يا رسول الله صفهم لنا علا أن نكون منهم يمكن نكون منهم قال بل هم منكم يصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني ده بصوموا وقموا الليل ويتصدقوا وبيزكوا بيعملوا كل هذه الأعمال ولكن غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها يعني يا رسول الله أنا ممكن نعمل كل هذه الأعمال صلى الله عليه وسلم وبعد كذا ربنا ينسف هذه الأعمال لماذا؟ لأن العبد إذا خل بمحارم الله انتهك هذه المحارم يجعل الله تبارك وتعالى أقل الناظرين إليه يعني ممكن يتوارى من الناس ويصنع هذا الفعل اللي هو معصية لله تبارك وتعالى والكبيرة علشان محد الشايف من البشر ويجعل الله تبارك وتعالى أقل الناظرين إليه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينسفها ربي نسفا يعني ينسف هذه الأعمال لأنه لم يصنعها لله تبارك وتعالى طيب أنا ممكن في أعمال تانية ممكن تخليني نعملها ونفاجأ يوم القيامة إن ما ليش أعمال ليه لإن أنت جلبك متعلق بالدنيا إحنا للأسف إن من كتر يعني إن شغال الناس بالغلاء والأسعار والدنيا والمعيشة الناس ابتدت تتكالب على الدنيا ونفسه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالخير والشر فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لك الأمثلة هو الإنسان نفسه يعني بيعيش الواقع اللي هو عايش في الدنيا وبينسى أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء على وجه الأرض الله تبارك وتعالى يضرب مثال للدنيا ويقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما تأكله الأنعام فاختلط به نبات الأرض مما أكله الأنعام فيعني ينزل عليه المطر ويختلط به الطراب والحب ثم يخرج هذا سمارا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ربنا بيقولك أن أنت ممكن تعمل أعمال كبيرة جدا وممكن تبقى فرحان بالدنيا وفرحان بجمع المال وفرحان بالصحة وفرحان بالأولاد وفرحان بالزوجات وفرحان بالحديث وفرحان بكل شيء وبعد كده الله تبارك وتعالى يجعل هذا الفرح هباء منصورة لأنك كنت تريد الدنيا ولا تريد الله تبارك وتعالى فالإنسان لازم في أعماله وإنت بتصوم رمضان وإنت تخرج من رمضان تدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك عملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عشان في ناس مفكر إنها عشان صامت وعشان حجت وعشان تصدقت وعشان زكت هو خلاص ضمن الجنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله يعني إحنا ما فيش حد عيخش الجنة بعمله برحمة الله تبارك وتعالى لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا حتى إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن ربنا يتغمد النبي صلى الله عليه وسلم برحمته فما بالك أنت أيها العبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى أيها العبد العاصل إلى الله تبارك وتعالى فاعرف أن أنت ضعيف وأن أنت مطالب أن أنت دايما تكون خايف أن أعمالك ما تقبل شي مش معنى أنك صمت وأنك تصدقت وأنك قمت الليل أنك قبلت أو أن عملك قبل هو الذي ظهر لنا أنه عملك قبل عند الله تبارك وتعالى ولكن لن يعلم قبوله إلا الله تبارك وتعالى لن يعلم قبوله إلا الله تبارك وتعالى فدايما حاول بقدر الإمكان أنك تخاف وإنت بتعمل العمل وتفكر أنا بنعمله ليه أنا بنعمل ده بتغاء وجه الله تبارك وتعالى ولا بنعمله علشان خاضر الناس تقول أنا عملت ولا عشان الناس تقول أنا صمت ولا الناس عشان الناس تقول أنا حجيت لو أنت عملت صمت عشان الناس تقول أو تصدقت علشان الناس تقول أو مثلا زكيت علشان الناس تقول أو أمرت بمعروف أو نهيت عمونك عشان الناس تقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا يبقى ملكش شيء عند الله تبارك وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قالوا يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر فما له قال لا شيء له الحديث ده صادم للناس سعلا ليه لأن الرجل رايح يغزو في سبيل الله واحد رايح جاهد في سبيل الله ده مش بصوم بس ولا بيتصدق ولا بيزكي ولا بيعمل أمور ضعيفة زي من اللي احنا بنعملها ونحن نفكرين هذه الأعمال طبعا يعني ايه احنا عملنا لمن عملتش لا هو ده الرجل رايح يغزو في سبيل الله قالوا يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر يعني بس عايز الناس ايه عايز الأجر عايز يدخل الجنة والناس تقول ده مات شهيد ده مات ايه مات شهيد يبتغي الأجر والذكر فما له قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له لا شيء له يعني ايه يعني هو وهو بيتعبد في عبادة الجهاد لله تبارك وتعالى هو كان مفكر او في دماغه اني عنا عن جاهد علشان ندخل الجنة وعشان الناس تقول ده مات شهيد وده كان شجاع وكان بيعمل كذا وكذا وكذا طيب انت تصدقت كم صدقة في رمضان والشيطان لبس عليك الموضوع ومعليش الشيطان دايما يحط لك بزرة الغرور وبزرة الرياء يقول لك اه مثلا تدخل المسجد عايزين تصلي ركعتين مثلا يقول لك الناس بتبص عليك حاول تزبط الركعتين دول شوية لو انت ابتديت بس انك تزبط صلاتك علشان الناس بتبص عليك يبقى انت صلت ليه صلت عشان الشيطان بيقول لك اعمل كذا لكن انت ما صلتش لله تبارك وتعالى يبقى وانت بتتصدق انت بتتصدق لله تبارك وتعالى ولا انت بتتصدق خلاص من غير نية النبي صلى الله عليه وسلم لازم ربط لك كل عمل تعمله بنية لازم كل عمل تعمله بنية انت صمت صمت ليه زكيت زكيت ليه حاجيت حاجيت ليه امرت بمعروف ونهيت عن منكر ليه بتتكلم مع افلان ليه صلحت ليه خصيمت ليه ضربت ليه ما ضربتش ليه انفقت ليه ما انفقتش ليه كل عمل انت بتعمله بنية لله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منكم ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ربط لك كل حياتك بايه كل حياتك اللي انت عيشة عيشة بنية لو أنت كل عمل ما عملتش بنية يبقى عملك ضع عليك ليه لأنني من نبي ما قلتش في أعمال بنية وأعمال بغير نية لكن نفسه بيقول لك إنما الأعمال بنية أي عمل تعمله لابد أن تربطه بنية أنا بنتكلم ليه أنا بنتصدق ليه أنا بنصل الرحم ليه أنا بندي فلان فلوس ليه أنا بناخد منه فلوس ليه أنا بنوكلم ولدتي وولدي كويس ليه أنا بندعيلهم ليه أنا بالرب أولادي ليه أنا بندعامل زوجيت ليه يبقى كل عمل أنت بتعمله لازم تعيشه أيه تعيش له أو تخصص له نية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منكم ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة لا دنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني أنت ممكن تعمل العمل والعمل يروح عليك لأن أنت بتبتغي بهذا العمل غير وجه الله تبارك وتعالى بتبتغي بهذه النية الدنيا أو امرأة أو عجب الناس أو الرياء أو غيره يبقى لازم الإنسان لما يعمل النية قبل ما تنوى تعمله أو تبدأ تعمله إنوى النية يا رب أنا نويت نعمله خالصا لوجهك عشان تلاقي أجره يوم القيامة ولا تأتي يوم القيامة وبعدين تلاقي عملك كله نسفه الله تبارك وتعالى ثم ينسفها ربي نسفا فيجعلها هباء منصورة يعني ما لكش أي من العمل دمالوش أي قيمة الأسوأ في الموضوع أو الأضخم في الموضوع إنك في أحوج وقت لهذا العمل يعني أنت يريد العمل لتعرف إن الله تبارك وتعالى لم يقبله في الدنيا عشان تعوض وتعمل لا إنت عتأتي يوم القيامة وإنت واجب بنئد ربنا وربنا بيسألك على كل شيء عملت في حياتك كل نفس خرج منك ضلع منك ليه إنت رحت ليه جيت ليه تحركت ليه ما تحركتش ليه كل خطوة محسوبة عليك فيما لكن بيتبوا عليك كل شيء ربنا عايسألك عليه إنت عملت ده ليه وما عملتش ده ليه بل إنسان لازم كل عمل يعمله بنية يأتي الرجل في يوم القيامة وبعدين ما يلاقيش عمل هو في أحوج وقت للعمل يعني هو عايس حسنة واحدة يعني ممكن حسنة ادخلك النار وممكن يعني حسنة ادخلك الجنة وسيئة ادخلك النار فإنت في الوقت ده هو في أحوج ما تكون لحسنة أو تبعد عن السيئة فتأتي يوم القيامة وروح بنا كعمل كصيام رمضان مثلا يعني أنت ممكن تأتي يوم القيامة بعمل صيام رمضان أو حجي مثلا أو جهاتي سبيل الله وما تلاقيش العمل ده هو جدامك تلاقي ربنا نسفه لأن انت كنت بتعمله لغير الله تبارك وتعالى علشان كده لازم تطلع من رمضان تنوى نية صحيحة جدد نيتك من دلوقت يا رب أنا كنت صايم لك أنا صايم لك أنا بنصلي لك أنا بنتعبت لك بل إنسان لازم يربط عمله عمله بنية ما تباز زي المنافق الذي يأتي يوم القيامة يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ستين عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله أين يكون الناس يوم القيامة النسع يكون فين يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هم في ظلمة دون الصراط يعني إيه ظلمة دون الصراط يعني ظلمة حالكة يعني تأتي قبل الصراط والله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يعني بجهنم في أرض المحشر لها سبعون ألف زمام مع كل زمام يجرونها سبعون ألف ملك ثم يخرج منها عنقا أسودا يتكلم ويقول كلفت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد والمتكبرين وطبعا بكل من أشرك مع الله أحدا طيب ربنا أتى بجهنم في أرض المحشر ويضرب الصراط على ظهرين جهنم وبعدين تزدل الظلم على أرض المحشر وتدن الشمس من الرؤوس بمقدار ميل حتى يغرق الناس عرقهم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم من يغرق في عرقه إلى كعبيه ومنكم من يغرق إلى ركبتيه ومنكم إلى حقويه ومنكم من يلجمه العرق الجمع يعني يغرق في عرقه لأنه كانت أعماله سيئة طيب سيتنا عائشة بتقول له يا رسول الله يعني الناس عتكون فيه يوم القيامة طبعا الناس بتنقسم في أرض المحشر إلى ثلاث أصناف المؤمن والمنافق والكافر الكافر طبعا داملوش عن حساب عند الله تبارك وتعالى وهو داخل النار ليس له حساب عند الله تبارك وتعالى يتبقى في أرض المحشر المؤمن اللي هو أسلم وجهه لللي تبارك وتعالى والمنافق المنافق بيندس في الناس المؤمنين في أرض المحشر ظنا منه أنه سيخادع الله تبارك وتعالى كما كان يخادع المؤمنين في الدنيا يعني هو في دماغه أننا خلاص بجد أنا كنت ماشي معهم في الدنيا كنت بنصلي ونصم ونحج معهم فخلاص أديني ماشي معهم في أرض المحشر برضو وعندخل الجنة معهم وخلاص فيسدل الله تبارك وتعالى هذه الظلمة في أرض المحشر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة هم في ظلمة دون السراط يعني وكل يأتي الله تبارك وتعالى كل واحد يعني نوره على قدر عمله كل واحد ربنا بيدل النور على قدر عمله أنت كنت كان عملك كويس الدنيا قال يا عائشة فمنهم من يكون نوره كالجبل يعني ممكن تشوف جدامك كأن جبل جدامك من النور ومنهم من يكون نوره كالنخلة يعني طول النخلة جدامك وانت شايفه ماشي مستليح ومنهم من يكون نوره على إبهامه يعني يا دوب شايف جدامه لأنه كان عمله ضعيف ومنهم من يعني من تحيط بهم الظلمة من كل مكان فلا يستطيع أن ينقل قدم في أرض المحشر إلا بنور يعني ما يعرفش ورايح فين وبعدين ينادي على المؤمنين في أرض المحشر ويقول يعني ربنا بيقول إيه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم استنوانا بس ناخد شوية من نوركم أنتم مشيين في النور هوات يقول لهم إيه قيل رجيعوا وراءكم فلتمسوا نورا يعني كنتوا بتخدعون في الدنيا كنتوا بتصلوا معنا وتتصدقوا معنا وانتم منافقين ظنا أن المنافق كان يعني ظن أنه سيخادع الله تبارك وتعالى يوم القيامة يعني يقول ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا من باب السخرية بيهم روحوا بقى هاتوا نور من الدنيا اعملوا أعمال خير في الدنيا تصدقوا في الدنيا صلوا بإخلاص لله تبارك وتعالى ولا تنافقوا اعملوا أعمال خير في الدنيا هاتوا نور معاكم احنا جدنا نورنا من الدنيا يعني يقولون ايه انظروا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ربنا يضرب بينهم صور اللي هو صور الصراط بين المنافقين والمؤمنين في أرض المحشر والمنافق يتوه في أرض المحشر ما عدش له مكان خلاص ثم يعني يمر من على الصراط فيكون مآله إلى نار جهنم في الدرك الأسفل من النار ويمر المؤمنون من على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالطرف وكالبرق وكجاويد الخيل الركاب ومنهم من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يعني يحبوا على الصراط فتسفعه النار مرة ويحبوا مرة حتى يمر من على الصراط هذه الظلمة تكون للمنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يقولون يعني انتظرون ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور يعني انت غريت نفسك بربنا غريت نفسك برحمة ربنا وخدت ان ربنا غفور رحيم وما خضرش على بالك ان الله تبارك وتعالى شديد العقاب ربنا الله تبارك وتعالى غفور رحيم ايه نعم ولكنه شديد العقاب يعني انت لما تظن أنك تخادع الله تبارك وتعالى وأنك تتعبد لغير وجه الله تبارك وتعالى ربنا يوم الجامعة يقول لك ايه خلاص ارجع وراك هات نور من الدنيا وبعد كده تبارى دور على ايه دور على نور في أرض المحشر وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور تمه كل يوم يسوف يقول لك خلاص ان شاء الله السنة الجاي عن صوم كويس انا بكرة ان شاء الله عن صلي انا بكرة عن تصدق انا بكرة عن طلع زكاتي انا بكرة عن صالح فلان انا بكرة عن نصر رحمي انا بكرة جاعد يسوف غرتهم الأماني بجالوه أماني عمالي كل يوم يقول عن نعم البكرة عن نعم البكرة لما فوجئ انه فين فوجئ انه في القبر وصحة لقى نفسه في القبر والله تبارك وتعالى يسألوا على الكبير والصغير في قبره فالله تبارك وتعالى يعني غركم بالله الغرور يعني هم اغتروا برحمة ربنا وتركوا ان الله شديد العقاب يعني الانسان لازم في حياته يكون عنده يقين بالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول انا عن ظن عبدي بي فليظن عبدي فيما يشاء يعني أظن في ربنا الخير أظن في ربنا أن ربنا دخلك الجنة ولكن اعمل لهذا الوقت اعمل لله تبارك وتعالى تصدق لله تبارك وتعالى تعبد لله تبارك وتعالى ولكن لن تتعبد لغير الله تبارك وتعالى حتى تأتي يوم القيامة بأعمالك جبال تهامة بيضاء ثم ينسفها ربي نسفا ما تلاقيش الأعمال دي وتلاقي الأعمال دي راحت منك من غير وانت في أشد الحاجة وفأشد وقت لها وتلاقي نفسك في المؤمنين مشيين حواليك وطبعا النورهم ماشي حواليك وهم بيجروا من على الصراط ومروا من على الصراط وانت واقف جدامك مش تلاقي أي نور تحيط بك الظلمة من كل مكان وتلاقي نفسك إنسان ضايع وتلاقي نفسك في نار جهنم والعياذ بالله يبا الإنسان لازم في كل عمل يعمله لازم يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يقول يعني أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه يعني كل إنسان بيعمل عمل لغير الله تبارك وتعالى ربنا غني عننا ربنا غني عنك إنت لو عملت معاصي الدنيا كلها هل ستضر الله تبارك وتعالى بشيء؟ لو إنت عملت خير الدنيا كله هل ستنفع الله تبارك وتعالى بشيء؟ لا طبعا لان انت الذي تحتاج الى الله تبارك وتعالى وانت اللي عايز النبي صلى الله عليه وسلم فلابد عملك يكون الكل لله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك ليس لهم في الاخرة الا النار وحبض ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يعني ايه كلام ده هوت ايه ربنا بيضرب لك مثال وبيقول لك ايه من كان يريد الحياة الدنيا يعني انت عايز الحياة الدنيا عايز تتنتع عايز تتمتع وعايز الزينة وعايز الفلوس وعايز الجاه وعايز السلطة وعايز ذكر الناس كل ده متاح ربنا بيدهولك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها خد الزينة كلها هوت ولكن ايه ولكن ليس لك عند الله تبارك وتعالى إلا النار ده إنك إيه لإني ربنا أحبط عملك لإني أنت بتتصدق لغير وجه الله تبارك وتعالى وبتتكلم لغير وجه الله تبارك وتعالى وبتقول لغير وجه الله تبارك وتعالى فأنت صمت رمضان وتصدقت وسجدت وركعت ودعيت لله تبارك وتعالى ضع رمضان منك ليه ضيعته منك ليه عشان أنت منوتش النية علشان أنت كنت بتصوم عشان النطب بتصوم وخلاص ولا بتصوم ليه الان والنية الصحيحة عشان يعني ربنا يتقبل منك عملك النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرض ان ممكن ان ربنا يغضب عليك بعد رمضان يعني ممكن ربنا يقلب حالك وبعد كده تفاجأ ان حالك كله بيضيع منك وتلاقي حياتك اتضمارة نفسيا ومعنويا ومديا وكل وصحيا وكل شيء ليه لان ربنا غضب عليك في رمضان لان انت مهتمتش برمضان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم وقال امين ثم صعدت درجة الثانية وقال امين ثم صعدت درجة الثالثة وقال امين فالصحابة استغربوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انك قد فعلت صنعا لم تصنعه من قبل قال نعم اتاني اخي جبريل جبريل عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد بعدا لمن ادرك رمضان ولم يغفر له بعدا أو يعني لعنه الله تبارك وتعالى طارده الله تبارك وتعالى من رحمته ربنا أبعاده عن رحمته وأبعاده عن الخير بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له يعني يليت شعري يعني من المقبول فنهنيه ومن المخزول أو المردود فنعزيه يعني أنت لو أنت إنسان فعلا يعني تقدر تلاقي نفسك اعرف أن ربنا أدك منحة منحة في السنة منحة واحدة بس وربنا يعني بيختصر لك الموضوع في شهر وبال مش بيختصره لك في شهر كمان ده تختصره لك في ليلة واحدة اللي هي ليلة القدر كمان فالإنسان ما يسبش نفسه طول السنة وبعدين يجي يدور على رمضان وبعدين يجي رمضان كمان راح منه لا ده شهر وربك يخلق ما يشاء ويختار ربنا اختار شهر رمضان من ضمن الشهور واختار ليلة القدر من ضمن الليالي ليالي 360 ليلة أو 360 يوم ربنا اختار لك لها واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له قل يا محمد آمين فقال آمين ثم صعد الثانية وقال بعدا لمن أدرك والديه في الدنيا ولم يغفر له أو لم يدخله الجنة قل يا محمد آمين أنا ابن استغرى بصراحة أني واحد كله بابين من الجنة مفتحين قدامه ويجد الأخ الخالص أنه ما استفدش منهم بابين أبوك ومك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عاق والذي نفس بيده لا يدخل الجنة عاق وإن الجنة لا يوجد ريحها من مسيرة كذا وكذا وكذا يعني والله النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالذي نفسه بيده اللي هو الله تبارك وتعالى يقول لن يدخل الجنة عاق ولم يجد ريحها أو لم يشم ريحها يعني مشعي شم ريحة الجنة حتى لأن الله تبارك وتعالى قرن عبادته بضاعة الوالدين وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني اعبد ربنا وبعد كده خليك تحتر الليل أبوك ومك يعني ربنا خلص عبادة ربنا وابدأ يعني حاول تتعبد الله تبارك وتعالى في أبوك وأمك وهذا هو رضا الله تبارك وتعالى عنك يعني إذا رضيت أبوك ومك فهذا هو رضا الله تبارك وتعالى تام عليك لأنك كده تبخلصت كل العبادات تقريبا لو أنت أضعت أبوك ومك في ضاعة الله تبارك وتعالى طيب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يعني بيدينا حاجات نقدر نستفيد منها في الدنيا ونقدر نحصل منها معلومات في الدنيا ونقدر نخرج من هذه الظلمة إلى النور لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه وما ترك شيئا يعني يبعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا وأبعدنا عنه فالإنسان ساب كل اقضاعات وساب رمضان ضع منه وبعد العيد تلاقيه منتكس يقول لك أنا حاسني في قلبي ضنك أنا حاسني متضايق أنا حاسني كسلان أنا حاسني مش جادر نتعبد أنا حاسني مش جادر نشتغل أنا دايما في صدري ضيق أنا دايما مش ضايق حد أنا 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 ليه لإن أبعادك الله تبارك وتعالى عن رحمته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من زنبه يعني احتسابا يعني أن انت بتحتسب أجرك على الله تبارك وتعالى وتب فرحان بالعبادة لقى واحد صايم رمضان متقدر آه هو في الصيام فعلا في مشقة وفي تعب ولكن المشقة دي لها أجر عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يقول في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه لا يعلم أجر الصيام إلا الله تبارك وتعالى يعني النبي ما قال لنشعل أجر الصيام إيه إلا أن ربنا بيقول لك هو لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى إلا الصوم يعني كل عمل بتعمله أنا حسبته لك هو لكن الصيام لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولن يعطيك فيه حسابه إلا الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني أجزي لي لأن الله تبارك وتعالى يجزيك الجنة عن صيامك فتخرج من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى وفرحا وسعادة إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بشهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه كل الزنوب اللي انت عملتها ضاعت كل المعاصي اللي انت عملتها راحت كل السيئات اللي انت عملتها راحت عشان تصوم شهر عشان تصوم شهر واحد تلاتين يوم أو تسعة وعشرين يوم ربنا يغفر لك كل زنوبة لأخذ الأقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من زنبه وفيه رواية هو ما تأخر من زنبه يعني انت عشان تصوم رمضان ايمانا واحد سابا عشان كده بنقول لك لازم تحتسب النية جبل ما تصوم طبعا من بعض العلماء قالوا ان لابد الانسان ان يصوم او ينوي النية كل ليلة جبل الصحور وطبعا قالوا ان الصحور نية يعني لابد الانسان وطبعا في بعض العلماء قالوا انك اذا نويت النية في اول شهر رمضان فهذا يجزئ وطبعا تسقط عنك النية طيب يبقى الانسان لازم هو يتعبى الله بركه تعالى يحتسب النية ايمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من زنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه واحد يقول لي يا عم الشيخ طيب انا مش هنقدر نقيم عشان انا في الشغل وعشان انا في العمل وعشان انا عندي وردية وعشان انا عندي شغل وعشان انا عندي كذا طيب ربنا او الله تبارك وتعالى يصر لك الحال صوم رمضان إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى وقم بلسانك ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى وانت في شغلك محدش عيربط لسانك عن فكر الله تبارك وتعالى محدش عيربط لسانك عن فكر الله تبارك وتعالى طيب أذكر الله تبارك وتعالى ليه ليه ليلة القدر بالذات ربنا الله تبارك وتعالى يعني بصدلك الموضوع بيقولك في صورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر أنا عايزك يعني تستوعب الكلام ده علشان لعل وعسى ان انت لو ما ادركتش رمضان ده هو تراح منك وتأتي يوم القيامة وانت عد عليك رمضانات وعد عليك رمضان وابعدك الله تبارك وتعالى عن رحمته طيب حاول يعني تتحصل اي شيء منه حاول تنوي النية من دلوقتي اننا يا رب السنة القديمة بقدر الله تبارك وتعالى سنصوم صيام صحيح ونحتسب اجري الله تبارك وتعالى ربنا بيقول ايه اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادرك ما ليلة القدر يعني بيقول على القرآن انا نزلت القرآن ده هو كلامه بيقول لك نزلت ليلة القدر وما ادرك ما ليلة القدر بيوصف لك الله تبارك وتعالى بيوصف لك ليلة القدر يقول لك ايه ليلة القدر خير من الف شهر انت متخيل واحدة يقول لي عم شيخ حسبهالي دعبادة اكتر من عبادة 83 سنة وأنا كده إن انت لو صمت ليلة القدر أو قمت ليلة القدر يبباً أنت كده تعبت الله تعالى عبادة 83 سنة لا ده إنت لو تصدقت صدقة ولو بجني واحد مثلاً ليلة القدر دي في الليلة دي انت كده تصدق ب 83 ألف جنيه لو أنت قلت أمر بمعروف هنا هي عن منكر عتاخد أزر 83 ألف أمر معروف هنا هي عن منكر لو أنت وصلت رحمك عتاخد أزر 83 ألف مرة صلة رحم فالعبادات ما بتتوقفش على إيه على أن أنت تعمل عمل واحد وخلاص اتصل طيب ديتين بس وناخد اتصال ما فيش مشكلة معلش أنا نأسف على ضغط الاتصالات نأسف على ضغط الاتصالات لكن أنا برضو منعتزل الناس بتصل كتير لكن أنا يعني عايز نخرج من هذه الحلقة بمعلومة جيدة أنا شكرا سبحانه طيب علشان نقدر نستوعد ربنا بيقول لك إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلنا إيه يعني عايزك تتخيل كتب ربنا بيقول لك نزل إيه طيب انت تتخيل ربنا عاي نزل كلامه إلى السماء الدنيا في ليلة شكلها إيه إنا أنزلناه في ليلة القدر عشان كده لما قلت لك إيه رمضان إيمانا واحتسابا ثم رمضان إيمانا واحتسابا وبعدين ربنا بيقول لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إيه شهر رمضان بردول القرآن يعني بيقولك شهر رمضان ده هوت إلا أن نزل فيه كلامي فاهتم بكلامي اهتم بالضعوة اهتم بالقرآن إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر طب شوف اللي جاي دي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى ما أطلع الفجر يعني إيه كلام ده هوت يا عم الشيخ أنا عايزك تستوعب الكلام والله تتنزل الملائكة والروح فيها طب أنا عايزك تستشعر ومن دلوقتي وخليك ليلة القدر القديمة إن شاء الله استشعر الكلام ده هوت ليلة القدر بيتنزل تتنزل الملائكة إلى السماء الدنيا الملائكة بتنزل إلى السماء الدنيا في يومين يعني ليلة يوم عرفة وليلة القدر تنزل إلى الملائكة إلى السماء الدنيا على كل إنسان بينزل له ملك أو ملكي من عند الله تبارك وتعالى بيكتبوا كل عمل أنت بتعمله للاديت ليه بيكتبوا كل عمل بتعمله للاديت أنت عارف لما تربط القرآن بالسنة هتلاقي نفسك مستريح هتلاقي نفسك مستوعب الموضوع ليه؟ لأن ربنا بيقول في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم يعني إيه كل أمر حكيم؟ يعني أعمالك اللي أنت هتعملها السنة الجاية كلها هتنكاتب ليلة القدر ياه ده موضوع يعني أنا كنت نايم ليلة القدر والملائكة بتكتب أعمالي وأنا سيبها ونايم يعني أنا كنت بنعصرب بني بنشرب خمر أو بنسكر أو بنزني أو بنعمل أي عمل والملائكة بتكتب أنا بنعمل إيه؟ آه فيها يفرق كل أمر حكيم ده أنت مش الملائكة اللي بتكتب بس دعا لهم رقباء دوليين كمان دعا لهم رقيب دولي اسمه جبريل من الروح؟ من الروح؟ الروح اللي هو سيدنا جبريل هو نازل براقب على الملائكة أنت بتعمله إيه؟ ملائكة بيكتبوا أعمالك ليلة القدر اللي أنت عا تعملها طول السنة الجاية طب تخيل أن الملائكة بتكتب أعمالك اللي أنت عا تعملها السنة القادمة كلها وأنت بتعصرب بنا تخيل يعني تخيل أنه انت والله المثل الأعلى مدير شركة بيقول لك ليلة يوم الحصاد شهر الحصاد ده مثلا شهر كذا أوع احد ينم فيه أوع احد يتونى فيه أوع كذا أوع كذا وانت سيبت مدير الشركة وروح تنمت وسبت العمل يوم الحصد عاروح منك فانت الملايكة عملة تكتب أعمالك وانت نايم والأمر من كده ممكن تكون بتعصر بنا وممكن ما تكونش قائم وممكن ما تكونش ذاكر لله تبارك وتعالى يبا الملايكة بتكتب أعمالك وانت نايم طب لو الملايكة قتت تكتب أعمالك ولجتك ساجد لله تبارك وتعالى تخيل الفرق تخيل ان انت بتأمر بمعروفة عن نايم وتنهى عن منكر والملايكة بتكتب آه فلان ابن فلان بيأمر معروف وبينهى عن منكر تخيل كتابة السنة كلها عتبائية بالله عليك ده ليلة وحدة ليلة وحدة وربنا اختصرها لك والنبي اختصرها لك جالك ده انت تحروها في العصر الأواخر ويعني احراها اللي هي 27 طب أيب انت ليلة وحدة بس ليلة في السنة أعمالك بتكتب فيها الملايكة بتنسخ أعمالك باللوح المحفوظ وبتكتب لك أعمالك دول السنة انت عتعمل ايه في السنة ديك طب والملايكة بتكتب انت نايم بتعصي ربنا ولا بتعبط الله تبارك وتعالى علشان كده ربنا بيقولك ايه فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القضر بيمكتب أعمالك والملايكة بتاخد أعمال السنة اللي انت عملته السنة اللي فات تصعد به لله تبارك وتعالى تثبتها لك في اللوح المحفوظ ياه طب الملايكة لو جت وراء بنعصي طيب الملائكة لو جات ورمو الصائب طيب الملائكة لو جات لجتني صائم ومن صليش طيب الملائكة لو جات لجتني صائم على الأكل والشرب بس أعمالي طول نهار نضرب ونسخب ونشتم ونسب ونشرب ايه 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 انت رايح فين يب نازم تبتغي بعملك وجه الله عشان كده من نبي بيقولك من قام رمضان إيمانا واحد سابن ومن قام ليلة القدر إيمانا واحد سابن وربنا بيقولك إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة على وجه الأرض طب والله لو حستها وطبعا ده كلام والله من نفس موسوك فيها جدا والله جالك أنا بنحس أني فعلا وأنا ساجد أني في ملائكة في ريحي طب في ناس شافتها فعلا أني في ملائكة في السماء لأنهم بينزلوا إلى السماء الدنيا فعلا بيكتبوا أعمالك ليلة القادر وبعدين بيصعدوا بعد أو يعني بعد الفازر بتصعد الملائكة خادت كتباتك وطعدت وسيدنا جبليل معاهم والروح معاهم سيدنا جبليل بينزل إلى السماء الدنيا طيب ربنا بينزل لك كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل منتائب هل أتوبى عليه هل من المستغفر أستغفر له هل من أحد اللهم أسألة فعضية ربنا بينزل لك كل ليلة بعد منتصف الليلة عشان يسألك طب أنت فين من ده كله طب لو أنت قمت ليلة القدر فيها يفرق كل أمر نحكيم أعمالك كلها بتنكتب فحاول بقدر الإمكان أنك تاخد أعمالك بتكون في الخير للسنة القادمة كلها طبعا ناخد الاتصالات عشان كده كتير ماشي دخلنا اتصال السرحانين طيب طيب تمام طيب علشان خاطر نقدر نطلع بمعلومة ونقدر نفيد الناس أكتر خلي بالك أنت بنئد ربنا وبنئد غفور رحيم وبنئد فعلا شديد العقاب فلا تنسى أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب ناخد محمد ونكمل إن شاء الله بس محمد فضل عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أتفضل يا سبحانه يا ربنا أحفظك وبارك فيك يا رب لا أريد أن أقول لحضرتك يعني أسألك في موضوع أتفضل أنا دلوقتي جيت عملت عمل خير والنتجة اللي هم في الناس دي أنوحشة وليتهم اللي هم بطوء أعمال وشيادين وكلا وعملوا لي عمل أعمل إيه؟ أنت عملت فيهم عمل خير يعني؟ أيوة فيهم عمل خير فعلا طيب احتسب عملك لله تبارك وتعالى أيوة شيخ بس أنا كده تعبين والعمل ده ما بيخلنيش ينام بحلم 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 طيب هو العمل له علاج يا سبحانه عشان بس يعني الناس برضو مش عايزين ندخلوا حلقة ليفلح السعر في العدية لكن العمل له علاج السحر له علاج يا سبحانه وعلاجه بسوط جدا كمان وإحنا قلنا إن شاء الله إن احنا نعالج السحر فيهم واحد بقدر الله تبارك وتعالي عشان الناس برضو الشيخ ما يصعبوش على الناس المسألة ويقولوا إن السحر مالوش علاج وما بيتعالششي وانا رحت للشيخ خمسين مرة ومت مرة كلام ده كله كلام طبعا مالوش واقع لأنه هو كده بيضحك عليك لكن هو لو عالجك صح إن شاء الله في يوم واحد بترجع السحر وينتهي الموضوع سير من حياتك نشكرك يا سبحانه العمل اللي إنت أعمدته أحتسبه عند الله تبارك وتعالى أتفضل أستاذ وفاء اتفضل أتفضل يا السوفاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتفضلي أتفضلي سامعك يا السوفاء والله اتفضلي أتفضل أنا سامعك واط التلفزيون يا السوفاء واط التلفزيون его كلمين من التلفون عالو أسامعك والله بس أنت لا يسمعني من التلفزيون طيب نشكرك وحاولي بقدر الإبكاني يعني اللي كلمنا يوطي التفزيون عشان يقدر نسمعه يعني طيب علشان كده الإنسان فعلا لازم يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى أنت لسه في فرصة قدامك أنه أنت لسه خارج من رمضان حاول من دلوقتي يا رب أنا رمضان ده فيه حاجات مني ضاعت منه كتير يعني انشغلت بالعمل انشغلت بمثلا بأولادي انشغلت بلبس الأولاد انشغلت بالكحك والبسكوت انشغلت مش عارف بمشاكل انشغلت بالأرض انشغلت بالشركة انشغلت أنت جدامك فرصة جدامك فرصة لأن رب رمضان هو رب الشهر كلها لكن أنت ضاع منك رمضان فعلا نستنقض الزخيرية الزخيرية تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أيه بقولنك يا عم الشيخ تفضلي لو سمحت سألك سؤال تفضلي أنا ابني متوفي قبل الوقف بيوم يعني يوم يغفر لي الحمول يا رب يعني سعدها لان المركزة كان عنده شعرين كان عمل عملية نجيفة عنه شاوله على قوات الله لله هو كان عنده شعرين؟ آه كان عنده شعرين تمام آه كان عمل عملية نجيفة عنه تمام تمام يعني اتوفى يعني اذن الوقفة بيوم الصبح الوقف نجعله في زون حسناتك تمام طيب ايه السؤال طيب يا أم محمد اربعين يوم هو رائد يعني جريت وشقيق يعني جريت اربعين يوم جريت وتقبت ورست وعمدت لنا فيه نجعله في زون حسناتك أنا والله ساعة طولتك كان كويس يعني ساعة كنت والده كان كويس طيب طيب السؤال يا أم محمد السؤال هي طيب السؤال اللي حسى ان انا يعني لما عمل كده هو كان مفوش حاجة وفجأة جاله النجيف دوت انا والله ما ورع مني ولا براله اي حاجة بس انا حسى ان انا سيلة جنبه حد دلوقتي شوف يا أم محمد شوف يا أم محمد عشان بس احنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ما كلفكيش اللي انت الدجاجي في كل شيء كده لا هو ابنك ربنا كاتب له ليموت وابنك مش عاييكون احسن من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا يعني تمام فانا احزني عليه ان ده ابنك ودي رحم من ربنا لكن انا عايزك ما تسخطيش وتقولي ان انا خلاص انا السبب فيه حتى لو انت قتلت ابنك قضى هو ده قتل قضى حتى لو حصل بالفعل انك انت وجهتيه او حصل اي شيء من ده هو حصل له نزيف ده مرض من عند ربنا ممكن كان كبر وممكن كان الابن ده كان بلعق ليك وكان سبب في دخولك النار فربنا له حكمة ربنا له حكمة انه يبعد عنك يعني ابنك او كده هو عايز يديك اجر ان ابنك مات ويدخلك الجنة بعمل ابنك او بموت ابنك احسن مكان ابنك ده كبر وكان عاص الله تبارك وتعالى وكان بقى سبب في دخولك ودخوله النار تمام فبلاش يعني نكلفه نفسينا اكتر من اللي بنضيقه يعني احتسبيه عند الله تبارك وتعالى وان شاء الله ده يكون لك يعاون عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اتصال تاني اتفضل ايه اخت وداد اتفضل ايه اخت وداد اتفضل ايه اخت وداد سلام عليكم سامعك اتفضل سمحت انا كنت عايز اتسأل حضرتك يعني ازاي بعد رمضان نحافظ على الهمة العالية روحانيات رمضان نحن همتنا ما تقلش ونفضل برضو نتعرب بنا ونفرقش على تلفزيون مزلزلات وكده ستعادل حضرتك وكده نشكرك يا اخت سؤال جميل جدا والله عشان كده احنا يا اخت وداد انا بنتكلم الحلقة دي اليوم في الفعل عشان كده بنقول للناس هو ان انت ممكن عملك يحبط منك عملك يروح منك انه بسلم هو جل لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع من يقتل حبطا يعني انت ممكن تعمل عمل كبير جدا وبعدين تعمل عمل بعده العمل ده يضيع منك وتلاقي نفسك ضيع وما تلاقيش لك عمل طيب ازاي نقدر نحافظ على هذه الاعمال اللي هي اعمال الطاعة استشعري ان الذي تتعبدي له هو الله تبارك وتعالى واستشعري معية الله تبارك وتعالى استشعري ان ربنا معاك وانت بتعصى ربنا استشعري ان ربنا معاك وانت بتضيع ربنا استشعري ان ربنا معاك وابتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى وان والنية ان والنية اننا يا رب جويني اني نوازب على العبادة جويني أن نحافظ على صلاة الفاتح جويني أن نحافظ على صلاة في وقتها وأن تصدق ونصوم في السنة كلها غير رمضات نشكرك أمال اتفضلي أخت أمالي تفضلي يا أمال سلام عليكم خليك معايا يا الله يرضى عليك يا ربني يحفظك وعليكم سلام عليكم فضلي يا سامعي أنا سامعك يا أخت أمال والله وطل التلفزيون وانت عتسمعيني طب حضرتك أنا عايزة أقول لحضرتك السؤال أنا عامل عمليتين في جسمي وفي عملية تلتك المفروضة أعملها يعني بسامر وشراحوا مع عملية الغدروفر الأعبة أنا بنعفو عني ويعني حالة الصحية صعبة تمام وبنتي هي اللي كانت بتشطفني بالحمام وكده بمعرفش أعمل حمام لوحدي تمام وبنتي هي اللي كانت قايمة على خدمتي وأبني تمام بس بنتي ما كانتش بتسمع كلامة حضرتك برمضان وكنت أقول لها دخليني الحمام ممكن توقفني بساعة والساعتين عشان أنا تعبانا برجلية كنت أفضل تقوط وعيط ودع عليها واشتمها فأنا حاسة أن رمضان مش مقبول مني وتعزب بسيب الفروض يعني تيجي على بعض بسببها يعني ما ترداشت وضيني ما ترداشت عني على طاعة ربنا طيب ماشي أنا دلوقتي عليها دم وهذا ربنا قبل مني الفروض اللي أنا صليفها وأنا حسة أن أنا غض ربنا ربنا أنا هنا عن شتيمة أنت عصيتي ربنا بشتيمة وسبب وكده فأنا مش عارفة أعمل إيه حضرتك طيب أنت بتحب بنتك يا أخ كمال بتحب بنتك ديك بتحبيها 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 طيب بالله عليك لو بتحبيها فعلا والله دعاك عليها وغضبك عليها في دخولها النار فمن انفعش تكوني بتحبي بنتك وهي أصلا هي مش عارفة جمتك في الدنيا ويكون سبب أنت في دخولها النار والله أنا بتأكد يا أختي والله والله لن يدخل الجنة تعاف أنا خيط من ربنا أنا موت وأنا ربنا غضبان علي لا 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 أنت بص يا أختي بس أنا منتعدي بصوص من الله ودع عليها بص يا أختي ومش عارفة أعمل إيه ولا مضرح منه هو بص يا أختي عشان بس زكاة الفطر ربنا جعلها يعني جعلها لديت إنها تجبر صيامنا إن أنت بتطلعي زكاة الفطر بتجبر الصيام تجبر الصيام ده هو إن أنت خرج لو عملت أي زم أو عملت أي مثلا لفظ أخرج منك أي لفظ ولا نسيت في كلتي أو شربتي أو غيره ربنا بيجبر صيامك بزكاة الفطر فأنت لأ ما تكلفيش نفسك أكتر ومن تليجي قل إن ربنا ما جابلوش منك علشان كده زيدي في الموضوع لا انتهي وإن شاء الله ربنا عيتوب عليك وإن شاء الله ربنا يغفر لبنتك لأن هي ما تعرفش قيمة غضب الولدين يعني إيه تمام فحاول بقدر الإمكان يا أخت بالله عليك ما تدعيش على بنتك حاول بقدر الإمكان إن أنت حتى لو هي بتعصيك بريها لعل الله تبارك وتعالى يعني يهديها لك بقدر لتبارك وتعالى نشكرك طيب يعني بالله عليك حاول بقدر الإمكان أنا ما نكلفش بنتي أكتر ما بطيق إن ممكن بنتك ما تكونش عارفة قيمتك إيه عندها فتبدأ تعصيك ومعصيتك دية تكون فيها سبب في دخولها النار أمه شام أمه شام تفضلي أمه شام أيوة سمع عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعك أمه شام أنا عايزة أسأل حضرتك وتأل بك تأمريني تفضلي أوطي تلفزيوني أمه شام ليلة القدر دية إحنا كنا بمصلي في الجامع لحد الصوم أنت عرفتها ليلة إيه طيب؟ أيوة أوطيها عرفتها ليلة إيه أمه شام أنا أقول لحضرتك أهو وبعدين أنا جات من الجامع أنا جات من الجامع الشيء إلهي خرجني بره من الصالة للبلكونة تمام لقيت عبارة عن طبق كبير أبيض زي اللبن الأبيض تمام وعمال يلفه ودور تمام ولبص فيه وعمال أدعي قال هي صحيح دي ليلة القدر ولا مش ليلة القدر بص يا أختي الله أعلم دي ممكن تكون لو أنت صادقة في كلامك وطبعا العهد عليك أن أنت تكون صادقة أو كذبة الله أعلم لكن دي ممكن تكون ملائكة لكن أنا عايز برضو ما نكبرش الموضوع أن ليلة القدر دي زي ما الناس تعتقد أن هي طبق بيفتح في السماء وبعدين نقعد ندعي وبعدين السمن جفلت جاب ما ندعي والكلام ده كله طبعا ملوش أصل في السنة يعني لكن الراجح أن ليلة القدر بتكون كاملة ولها علامات لها علامات إنها بتكون لا هي حر ولا برد ولها علامات إنها ما يكونش فيها نبح كلاب أو نهيق حمير يعني وتكون مثلا بتكون النجوم ظهر في السماء وتكون الشمس بتخرج الصبح أو في صباح بدون شعاع يعني تمام ديته اللي هي علامات ليلة القدر والراجح والله أعلم اللي أنا نقدر أن أنا يعني نقول عليه إن ليلة القدر كانت في ليلة 23 يعني عشان برضو يعني من تتبعي لها إنها كانت ليلة 23 أحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل والله يا حضرتك أفضل الشيخ أنا في رمضان ده إن شاء الله يعني أنا شغال كده في مكان تمام وبعدين كده المكان ده كان فيه جماعة معايش أغالين برد في نفس المكان دي تمام فطبعا حصلت السرقة وحياة كده هي حصلت قبل كده يعني في فتر فأنا برضو مرضي الشابال لغرأيي المسؤول مثلا الحية دي حصل إيه حصل إيه نعم حصل إيه حصل إيه حصل إيه حد حصل سرقة حياتي اللي بتستخدم تمام 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 فنس في ناس من ناس من ناس من هي موجودة معايش طبعا في المكان هي اللي بتتخدم الحية دي أنت عارفهم شفتهم أنا عارفهم قبل كده شفتهم أه شفتهم قبل كده طب ماشي تمام وحصلت المرة التانية فبلغت الناس المسؤولة اللي هي موجودة عايها تمام لكن ما شفتهمش دا الكلام دا كان في رمضان يا باشي لكن أنت ما شفتهمش في المرة ديت يا أخ أحمد لا المرة دي ما شفتهمش لا أنت كان واجب عليك تقول للناس اللي أنت شغال عندهم إن فلان بيعمل كذا فللي فات ما هو دا اللي حصل هو دا اللي حصل فللي كده لكن تواجلوهم إن أنا ما شفتهمش في المرة دي عشان ما تصدموهمش ما هو دا اللي حصل بس أنا حالف شلمين باجل في رمضان إنه الحياة دي اتخذت قبل كده وفي حياة دي قبل كده اتخذت وأنا برضو شفتهم فيها وبالغتهم بالكلام دا تمام حلفت عادي الحلفان عادي يا أخ أحمد فهل تمام فضلت لا الحلفان عادي ما تعرف في أي وقت المشكلة باتتعرف صادق لا أنا قلت صادق في الكلام دا عشان أنا وقبل كده شفتهم خلاص اليمين دا اليمين دا اليمين دا عشان بس الناس ما تقولش ما تحلفنيش كاذب ولا صادق ولا الكلام دا لا إنت اليمين دا إذا طلبت منك أدي اليمين والشهادة إذا طلبت منك أدي الشهادة دي عبادة الله تبارك وتعالى يعني ما تكتمش شهادتك فعليك شيء إن شاء الله يا أخو أحمد في إذن الله فضل طيب تمام طيب طبعا إحنا لازم الإنسان يعيش يعيش حياته كلها متعبد لله تبارك وتعالى زي ما الأخ أحمد هو بقول أو الأخت اللي جاب لها بتقول الناس خايفة من حاجات بسيطة فعلا لكن في ناس غيركم بتعصي الله تبارك وتعالى بمعاصي قوية جدا والشيطان بلبس عليهم يقولوا إنت عشان بتعصي ربنا ملكي توبة فأي حد عايز يقول لي أصلا دا ملوش توبة أصلا دا ربنا غضان عليه أصلا دا كذا يعني يتقل في نفسه شرقاوي شرقاوي تفضل سمعك عليكم السلام فضل الله يكرمك ربنا يحفظك يا رب الله يخلي ساعدتك ساعدتك فيه ربنا يحفظك ربنا يحفظك وبرك فيك يا رب ربنا يحفظك أنا شرقاوي عرفوز عبد العظيم المحروسة محافظة جني سهلا بأهلقنا كلهم عز بالفريق يا حج ربنا يحفظك وبرك فيك يا رب الله يخليك يا حج منور شاشة والله وكل ساعدتك ساعدتك ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا رب منور 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 يزاك الله خير ربنا يحفظك أشكرك يا ربنا يحفظك ربنا يبرك وساعدتك وكل ساعدتك يا رب يا رب عاديك كويس والله يحقش القاوي دي سراح يعني يا رحب انت عندك سؤال يا خسجة ولا بتعيد بس الله يبالك فيك يا موالك اوه بعيد بعيد نشكرك على العديد الجميلة دي طيب عشان كده الشيطان بلبس على الناس العبادة يقوله انت ربنا ما جابلش منك والتاني يقوله ده ربنا باتبش عليك انت ما يدريك بالتوبة وما يدريك ان ربنا جابل منه او ما جابلش منه قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اي زنب يخطر على بالك ربنا يغفره اي زنب واحد يقولي يا عمي شيخ ده انا زنيت ربنا يغفر لك ده انا قتلت ربنا يغفر لك بس ترد المظلمة الى عبادة انا صلاقة ربنا يغفر لك ترد مع المظلمة الى عبادة ربنا يغفر لك هذه المظلمة اي زنب ربنا يغفره لك طيب المظالم دي متعلقة بحق العباد لكن انت توبتك الى الله تبارك وتعالى توبة واجبة لازم التوب الى الله تبارك وتعالى في كل وقت طيب نبيل نبيل فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يرضى عليك كنت أنا سنوات معلومة دلوقتي منك بصوله أنك كانت لئة الأدري في 23 ما هي علامات لنت القدر أنا أقول حسب تقديري أنا ده تخطير حضرتك أنت لكن الله أعلم تخطير حضرتك أنت يعني بناء عنه الذي قلته يعني إنه هذة دي لئة القدر الماذا؟ النهازة دي لئة القدر المعلمات اللي أنا شفتها تدل على الحقيقة تدلُ أني دلت القدر ما هي العلامات يعني مثلا يعني حسب ما أناleye lev erstmal إيكون الجوي أحي أنا neutral إيش عارفت ولا بارد ولا كده إيش أن الأنت أعرف من حضرتك العلامات دي إذا إن شاء الله إن حيان الله وعشنا الرمضان الجاي انا قلتها وانا قلتها لك تاني يا اخ بلال او نبيل انا قلتها لك تاني على ماك ليلة القبر انك تحس بطمأنينة اول شيء ان انت تكون داخل المسجد او تتعبد الى طبرة و تعالى بطمأنينة راحت نفسه تبقى جاعة كده مستريح نفسيا حتى لو عندك هموم الدنيا كلها تمام وانت تتعبد الى الله تحس بطمأنينة تمام ايه تاني اني مباش فيه نباح للكلاب ان الكلاب ما يكونش فيه نباح تمام او نهيق للحمير او ان فيه يكون حمير بيطلع اصوات تمام لان يكون الملايكة بتجعل سكينة على الناس لان الناس اقترب تتعبد الى الله تبارك و تعالى الملايكة بتنزل تمشي في الطرقات الملايكة بتنزل الى الطرقات في يوم ليلة القبر تمام بتنزل السكينة والرحمة على الناس في مجالة الزكر تمام يبقى اول علامة اني ما يكونش فيه نبح الكلاب او نهيق الحمير يكون فيه طمأنينة وسكينة تكون النجوم ظهرة في السماء يكون سماء صافية يعني ويكون الشمس تأخرج في الصباح من غير أشعة تكون الشمس كالقرص شمس زي القرص كده عدد ما تبص فيها تنظر إليها ما تتعبش عينة ما فيها الشعاع تمام فهو ده اللي أنا اجتهدت فيه وده اللي أنا شفته قدامي في الليلة 23 ما شفتهوش بقي الليالي دي اجتهدت شخصي يا قاح أم محمد اتفضلي يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ربنا يحفظك وبرك فيك يا رب ويبارك فيك ويبارك فيك ويبارك فيك ويبارك فيك وفي كل فريق العمل بتاعك يا رب ربنا يحفظك يا رب وبعدين يا شخرابي أنا من ديني وعندي مشكلة كبيرة عيلة كلها متجمري معلش أنا بعيد عن موضوع الحلقة بس أنا والله نفسي كان وصلك ونتجمت تمام تعنابت كثير على المركز ما وصلونيش بيك تمام وأنا نفسي نديلك يا أبو المطمير بس تكون أنت بإذن الله حاضر تكون حاضر فيها عشان أنا أشيق بني وتعالبني أنا وولدي ومرت ولدي ويا الولد وكلنا هنا متدمرة على دماغي من فو يا محمد على دماغي من فو وربنا يحفظك يا رب أنت إن شاء الله توصلي في المركز وحدديدي يوم وإن شاء الله نعالجوك بإذن الله أنت وأولادك بخضر الله تبارك وتعالى ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك يا رب ويجعل دعاك ليه في ميزان حسناتك ويجعل صيامك وصيام أهلك في ميزان حسناتك طيب طبعا عشان برضو الليلة القدر دي يا جماعي إحنا بنقول إن ربنا آه بيتنزل فيها والملايكة بتتنزل فيها والملايكة فعلا بتكتب أعمالك الليلة القدر دي تبط مأنينة وسكينة العاصي لله تبارك وتعالى تبط خلاص هو ربنا أصلا ما قبلهوش ربنا ما قبلهوش هو بيعص ربنا أو لهي عن ذكر الله فهو إن عزيه في الليلة القدر وإن عزيه في رمضان كله إن ربنا يعني بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له أو في رواية تانية قال من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعاده الله يعني ربنا أبعاده عن رحمته طيب علشان خاطر نقدر في لسه الوقت أم أحمد كثير ولا طيب ما يستفضل أم أحمد يعني نفتح في موضوع تاني ولا تمام تمام اتفضل يا أم أحمد أم أحمد يا أم أحمد أنا سمعي وقت التلفزيور يا أم أحمد أكلميني يا أم أحمد كل سنوان طيبة طيب حاول تصال تاني يا أم أحمد ماشي تمام آه طيب ماشي علشان برضا يا جماعة نقدر نجمع ولم المعلومات من الحلقة عشان الناس ما تقولش شراتي جال معلومة يعني كده أو كده أنا ليه ثلاث ركائز بنرتكز عليهم أول شيء إنك تحتسب النية لله تبارك وتعالى احتسب عملك احتسب صيامك لله تبارك وتعالى احتسب قيامك احتسب صلاتك احتسبها بنيتك يا رب أنا في نيتك أو دخلك إن أنا يا رب بنعمل ده لوجهك تمام ثاني شيء إنك تبتغي بعملك وجه الله يعني أنت تحتسب النية لله تبارك وتعالى ويكون عملك ده الوجه الله مش عشان خطر ترضي حد أو عشان خطر تزين عملك جدام حد أو غيره لإني لو دخل في عملك الرياء الشيطان يحبط عملك وتأتي يوم القيامة بدون عمل لإني الشيطان هو دايما بيديك البزلة اللي هي بتاعت الرياء تدخل المسجد مثلا تصلي ركعتين يقول لك خلي بالك الناس بيبص عليك وانت رأي الشيخ وانت رأي مثل المحافظة على الصلاة وانت رأي كذا وانت رأي كذا يقعد ينفخ فيك لما إيه لما يخليك ضايع في عملك ربنا بيقول إيه يقول هل ننبئكم بالأخصرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع يعني إيه الكلام ده هو ربنا بيقول إن نبئك على الأخصرين أعمال الأخصرين دول أخصر شيء كلمة الأخصرين ديت يعني دلالة على أخصر أخصر من الخاسر الأخصرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هو بيعمل لغير الله تبارك وتعالى وبيعمل لغير وجه الله تبارك وتعالى وظن في دماغه أنه هو أحسن واحد بيعمل عشان ديه مصيبة وديه مشكلة بنقع فيها كلنا أنه هو نفكر أنه عشان اسمه محمد ولا نفكر أنه عشان هو من قرية مسلمة أو أهل المسلمين أو هو بيصلي أو هو شكله ملتحي أو غيره أنه ربنا عيغفر له لا آه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله وبعدين بيبدأ يصخر من الناس ويتكابر على الناس بعمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يبعث المتكبرين يوم القيامة في أرض المحشر كأمثال الضر يعني ربنا يبعثهم في أرض المحشر زي الضر اللي هو ولدة النابل يمشوا في أرض المحشر الناس تدهوس عليهم تطأهم الأخدام من كل مكان ليه لأنهما كانوا بيتكبروا في الدنيا ربنا بيديهم يقول لهم ذوقوا اللي انتوا كنتوا بتعملوا في الناس أديكم في أرض المحشر هو التضأقهم الأقدام من كل مكان عشان ما تتكبروش في أرض المحشر فده جزاء المتكبر في أرض المحشر فهو بظن بيتكبر بإعبادته يتعالى على الناس بيها عشان هو شيخ يتعالى على الناس عشان هو ملتحي يتعالى على الناس عشان هو عمل ضاعب يتعالى على الناس عشان هو تصدق يتعالى على الناس لا تمام ربنا ما ذلكش كده لأنت دايما تكون خايف على عبدتك ودايما تكون دايما تكون تطلب القبول من الله تبارك وتعالى في آخر الوقت يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان خالصا لوجهه وأن يتغمدنا برحمته وأن يرحم والدينا وأن يعني الله تبارك وتعالى يشفي الأخ والعزيز الأخ وليد عبد المقصود ربنا الله تبارك وتعالى يعني يشفيه ويخرجه من هذه المحنة سالما غانما بقدر الله تبارك تعالى وأن يرجعه إلينا سالما غانما وأن يرجع إليه صوته طبعا لا يسعني في آخر اللقاء يعني إلا أن نشكر طبعا قناة الصحة والجمال ونشكر الرئيس الأستاذ عبد الحميد ربنا يحفظه وبرك فيه ربي وهو اللقاء مع الحلقة دي بنفسه وهو اللي بيخرجها وهو اللي بيمتجها وربنا يعني هذا شرف لنا يعني اللي هو طبعا رئيس القناة وصاحب القناة الأستاذ الحميد وطبعا بنشكر كل القائمين على الأعمال كلها بنشكر محمد الشاهد وبنشكر الناس القائمين على التصوير وبنشكر طبعا كل اللي كان له مجهود في أعمالنا دهوت وبنشكر طبعا أهلي وأقاربي وبنعيد عليكم وبنقول كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب ونشكركم على حزن استماعكم سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك